نتيجة الوضعية الصحيات التي فرضتها جائحة كوفيد 19 ولا سيما فترة الحجر الصحي تولدت لدى ساكنة العالم الحضري حاجة حقيقية للعودة إلى جذورهم والتواصل مع الطبيعة ورغبة عميقة في الحصول على هواء النقي أصبح سكان المدن يبدون اهتماما متزايدا بالمناطق القروية وهي حركة أساسيات عرفتها السنوات الأخيرة وتسارعت في الأشهر الأخيرة تشكل البادية والطبيعة الآن بالنسبة للكثيرين مكانا مثاليا للأسترخاء ويريد الكثير من الناس قضاء المزيد من الوقت بها أما عن طريق الاستقرار هناك بشكل دائم أو عبر اتخاذها كإقامة ثانوية وباعتبارها مجموعة بنكية مواطنة تصغي لإحتياجات جميع المغاربة وصلت وصل بين العالم القروي والحضري أكدت مجموعة القراض الفلاحي للمغرب أنها معبئة بالكامل من أجل مواكبة هذا التوجه الجديد والاستجابة لانتظارات المواطنين في هذا السياق أعلنت القراض الفلاحي للمغرب عن ابتكارها مفهوما جديدا وغير مسبوق للقراض العقار في الوسط القروية أطلق عليه اسم سكن قروي سكن قروي هو عبارة عن قرض سكن يمكن سكان المدن من اقتناء أرض في الوسط القروية بناء بيت في الوسط القروية إجراء الترتيبات اللازمة وتجهيز الأرض بالمعدات الضرورية ومن أجل التأقلم مع الخصوصيات المتعلقة بهذا النوع من الاستثمارات والتي تتم عادة على مراحل حسب القدرة التمويلية لحامل المشروع وتتدرج حسب جدول الزمنيين فإن قرض سكن قروي يمنح على أشتر بشكل يجعله يتطابق مع واقع الاستثمار هذا المفهوم الذي يريده البنك أن يحترم الطبيعة في توافق تام مع مهمته كمشجع للتنمية المستدامة سيشجع بقوة الاستثمارات الثاتي لاتجاه البيئي وكذا لكي تكون مؤهلة للحصول على هذا التمويل يجب أن تتضمن المشاريع مكونا يهدف إلى الحفاظ على البيئات مثل منشئات الطاقة الشمسية والمنشآت التي تعزز اقتصاد المياه والزراعات العضوية أو الخالية من المبيدات وما إلى ذلك وبذلك فإن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تؤكد من جديد التزامها القوي في خدمة العالم القروي والمواطنين عبر لاعب دورها كاملا كحلقة وصل بين العالمين الحضري والقروي